مرد على ما يستدل بتقسيم الشافعي للبدعة الحسنة والسيئة على بعض البدعة عليه أن يتبع الشافعي بما يقول كما يقول لأن الشافعي رحمة الله عليه ما كان يقول اخترعوا عبادات وهذه العبادات بدعة حسنة لكن كان يتكلم عن هذا إذا ثبت عنه هذا الكلام لأن في النقل عن الشافعي هذا النقل عن الشافعي لا يصح لكن لو صحة فإنه كلام حسن لأنه يتكلم عن أمور مثل الآن هذه وسائل الآن أنا كيف أتواصل معكم من خلال وسائل مبتدعة لكن هل أنا اخترعت عبادة وقلت يا حسنة لا الشافعي بنفسي قال من استحسن فقد شرع وهو لا يجيز أن تشرع من دون الله التشريع من دون الله هذا أمر عظيم فكان يقول من استحسن فقد شرع فكيف هو يستحسن وكيف يقول اخترعوا عبادات الشافعي بنفسه جاءه شخص فقال في حديث كذا أنت تروي حديث كذا هل تأخذ به؟ قال له إيش يعني شايفني طالع من الكنيسة؟ قال له لا قال له شايفني لابز النار تبع النصارى؟ قال له لا قال ترى على صدري صليبا؟ قال له لا فقال كيف أروي الحديثة ولا أأخذ به؟ كيف أروي الحديثة ولا أأخذ به؟ الشافعي متبع للسنة رحمة الله عليه لكن في أشياء وسائل في اللبس في طرق التدريس في كتابة العلم يعني الشافعي كتب كتاب اسمه الأم قسمه بتقسيم معين هذا شيء لم يكن موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو مخترع عبادة جديدة فهذا الشيء جائز وهو يدخل في الحسن أما البدء القبيح السيئة هي تشريع عبادات من دون الله وهذا يقتضيه كلام الشافعي لأنه يخالف قال كل ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجمع فهو بدع ضلالة طيب اللي يأتي ويخترع عبادة جديدة ألم يخالف الكتاب؟ خالف قول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فإذا هو لا يستحسن من يخترع عبادة من دون الله سبحانه وتعالى